طبعا شكرا لأخ مهدي و لجميع المتحدثين نعم يا مهدي أحسنت نعم التسجيع النظيف لو سمحت لأننا العراق نحن نعلم العالم مثل ما كنا مهدا و ما زلنا إن شاء الله للحضارات أنه إحنا ما ننجرف إلى بعض المتهورين اللي محسوبين على الإعلام الرياضي أولاد الشوارع اللي في غفلة من الزمن يعني صار عدن منبر لكل أسف و حسرة طبعا مشاهدين الكرام أكو موضوع الحقيقة صار علي لغط وأيضا يعني أنا أرمي بأسئلتي إلى من يهمه الأمر سمعنا أنه اللاليقة أرسلت إلى عدد من المنسقين الإعلاميين للأندية العراقية لغرض المشاركة بدورات تدريبية تطويرية إعلامية في مدريد وبالتالي الأندية والاتحاد العراقي لكرة القدم دزلنا كم من الشباب والشابات العراقيين الملفت للنظر ورح نشوف صورة أو صور أنه أكثر اللي راحوا إلى إسبانيا هم ليسوا بالإعلاميين وليس بالعاملين في الأندية ما اعتزازنا بشخصهم ما اعتزازنا بتواجدهم يعني ما عرف واحد مدير مكتب رئيس شبكة الإعلام زين شنو علاقته بالتنسيق الأندية الآخر يعني وظيفته بعيدة كل البعد واحد إيجنت إيجنت ما الأندية جيب لاعبين ويود لاعبين زين ذولة شو الراحة زين أكو منيها هاي ما عدن يسمها فلورة راعد ما عرفها والله هاي شون وصلت ويا من تشتغل زين ذولة نفقاتهم هي يعني الدورة مكرسة للإعلاميين العاملين بصفة منسق إعلامي لإندية اللاليقة حتى يروح ياخد دورة أما يعني أرجو من المخرج ياسر الصورة اللي بعدها وقف ليهاها وادخل زوم نعم وقفها وادخل زوم إذا يعني حتى نشوف يعني ساعدوني يعني اللي واقفه من اليسراء الكابتن مشتاقة وجه للتحية وزيد زيدين وجه للتحية طبعا الأخ روان ناهي الأخ رياض يعني أعتذر ترى بالبقية ما أعرفهم يعني ذولة الولد نزيه أعتقد يعني ما أعرف ديملوني الولد بالكونترول زين ذولة يا جماعة يعني ذولة شلون ومنين وشنو وليش زين هم الفعلا يعملون منسقين منو تحمل نفقاتهم الانديا شون دزتهم يا جماعة هاية ترى ترى كارثة الكوارث هذه استغلال الفرص على حساب البعض احنا إذا ريد كابتن عدنان درجال أبو حيدر الغالي الحبيب والله احنا داعمين وواقفين وياك بس يعني انت كاتحاد ومسؤول يعني المفروض تقول ذولة أكثرهم منو وشلون وشلون ذولة يمثلون انديا يمثلون اتحاد هسا يقول ولد الولد إبراهيم يعني إبراهيم ولد عرفه الله يحبظه ولا الشاب ويشتغل يعني يجيب لاعبين وسمسار ما اللاعبين شنو علاقتها يروح بدورة تطويرية منسقين اعلاميين شنو العلاقة اسماء كثيرة هاي البنت وين تشتغل هاي فلورة زين مدير مكتب شبكة مدير شبكة الاعلام الاخريم حمادي يديز مدير مكتبة ليش ليش هي شنو هي هي ونسة يعني بس فهموني يا جماعة هسا مرات واحد رح يزعل لأنه شون تحكي لا أحكي أحكي وقلنا لكم دجلة لن تخشى في الحق لو ما تلائف هاي الفرصة كثيرين صادرها من ناس زملاء اعلاميين منسقين يشتغلون يعني اسا ذا رد أسماهم هواية وين جمعة الثامر وين أكو أسما كثيرة تعمل مع الأندية وين حسن سلمان أو وين أثير الشويل وين أكو ناس يعني أسماء دا تشتغل مع الأندية أعتقد خيام الخزرجي غيرها غير ناس دا تشتغل ليل ونهار وصبح وليل يعني والله ما أدريش يقول يعني والله ما أعرف وين أخليه وبيأخانه لذلك إحنا محتاجين إلى ألف جواب وجواب ذولة الحلوين الله يحفظهم ولدنا ويرعاهم شو راحوا وشون وصلوا شلون وصلوا ومنوا اللي يتحمل تذاكرهم ويقامتهم وسفرهم ترى هاي الروحة يعني اللي طولة تعتقد أسبوع أو عشر امتيام ترى يمكن كلفة يعني فوق أكثر من خمسة آلاف دولار زين دولش قد عددهم إذا حسبناهم يعني حوالي بالتلاثين واحد على خمسة آلاف يعني ما أدري أنا بالحساب مو قوي تدرون يعني على كل هذا اللي يريد نقوله ونحتاج يابع مئة وخمسين آلاف دقوها حاسب الولد مئة وخمسين آلاف لذلك يعني أنتظر أجوبة لهذا الموضوع المهم والله من وراه القصد يعني هذا اللي يريد أقوله آني بس فقط